أعلنت مؤسسة راعي مصر إطلاق مبادرة لتوزيع ملابس جديدة على الأطفال والأسر الأولى بالرعاية بعدد من مراكز محافظة ألمينيا ضمن جهود التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي تقوم المؤسسة بتوزيع ملابس على عدد خمسة ألاف طفل داخل محافظة ألمينيا بمناسبة عيد شم النسيم وعيد القيام المبيد جهود متواصلة يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم وفي هذا الصدد أعلنت مؤسسة راعي مصر عن توزيع ملابس جديدة على الأطفال والأسر الأولى بالرعاية مؤسسة راعي مصر أشارت إلى إطلاق مبادرة ضمن جهود التحالف التي تستادف توزيع ملابس على خمسة ألاف طفل داخل محافظة المينيا بمناسبة أعياد شم النسيم والقيامة المجيدة لإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم نحن موجودين في محافظة المينيا في مبادرة فرح قلبي بنفرح قلبي خمسة ألاف طفل بالأعياد وبنوزع عليهم طقم كامل من الملابس وزي ما أنتم شايفين فيه بلالين وفيه ألعاب وفيه أفراح وفيه حلويات فالنهار ده كمان يوم مميز جدا لأنه قرب الأعياد وأعياد شم النسيم وأعياد الإيامة هذا وقد طالت مبادرة مؤسسة راعي مصر مراكز مغاغة وبني مزار ومطاي وسملوت وأبو قرقاس وملوي في محافظة المينيا ضمن جهود التحالف الوطني نحن في مبادرة فرح قلبي وطبعا نحن نعملها على أياد قمنا قبلها بتوزيع عياد رمضان قبل عيد الفطر وبنكمل المسيرة مع إخواتنا المسيحيين زي ما أنت ناضر كده وبنعمل برضو اليوم المعارض زي ما أنت شايف بنضموا مركزين هنا مركز المينيا ومركز أبو قرقاس للأسر الأولى بالرعاية نحن دايما بنختار الأسر الأولى بالرعاية بنجيبهم وبنجيب الأطفال وبنفرحهم بالعيد وبالاحتفالات بنديهم لبس خارجي ولبس داخلي وكوتشات وشربات ومش نسينا اللعب على الحاجة الحلوة مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تمثل بلورة للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن